اكدت الكاتبة الصحفية في مقال لها نشرته صحيفة الوطن الكاتبة الصحفية سوسن الشاعر اكدت ان مسألة الخلاف مع النظام القطري هي الخلاف معه على الحقوق التاريخية الشرعية والسيادية البحرينية التي لم ولن تتنازل عنها البحرين في المسألة القطرية ليس الامر مناكفة او عنادة من مملكة البحرين او عدم رغبة في الصلح الكل يعرف ان الشعب البحريني من اطيب الشعوب واكثرها تسامحا ولا ينظر الاخوة القطريين الا كاهل واشقاء واخوة هم منا ونحن منهم هذه حقيقة تاريخية لا تقبل المساومة المسألة هي في الخلاف مع النظام وحقوقنا التاريخية الشرعية والسيادية البحرينية التي لم ولن نتنازل عنها قد تكون البداية اي بداية تأسيس الدولة القطرية احد اهم اسباب هذه المشاكل العالقة بيننا وبين هذا النظام اذ ليس من السهل تجاوز حقائق مثلها في تأثيرها النفسي على من تولى السلطة اقتصابا وبقي يشعر بعدم الامان من جيرانه حتى اللحظة مما يجعله يستمر بافتعال المشاكل معهم والمشاغبة فمحمد بن ثاني مؤسس اسرة آل ثاني من مواليد المحرق وعينه حاكم البحرين كعامل له في البدع اي في الدوحة من اجل تحصيل رسوم الغوص الذي حدث ان جاسم الابن انقلب على ابيه عام الف وثمانمائة وستة وسبعين وقدم نفسه للعثمانيين كموظف عندهم فساعدوه على الانقلاب على ابيه قد تكون صعوبة تجاوز هذه الحقيقة واحدة من اسباب الحاجز النفسي مع البحرين رغم ان البحرين تجاوزتها ونادرا ما تذكرها ورغم ان البحرين لم تعتدي على قطر في اي من المراحل التاريخية الا ان سلوك الحكام القطريين الذين توالوا على الحكم لم يتجاوز التاريخ الذي بنيت عليه اثره كل الممارسات السلبية تجاه البحرين فاول انفصال للبر التابع للبحرين في شبه الجزيرة القطرية جرى على يد ابن عبدالله بن ثاني وقد كانت للبحرين السيادة على شمال شبه جزيرة قطر بما في ذلك اقليم الزبارة الذي تقدر مساحته بمائتين واربعة وتسعين كيلو متر مربع ويشمل مدينة الزبارة وقرى فريحة وام الماي وام سيكا وحلوان واللشع وكان ذلك عام الف وتسعمائة وسبعة وثلاثين قام ابن ثاني باحتلال الزبارة بقوات غير قطرية وقام بقتل وجرح عدد كبير من قبيلة لنعيم البحرينية وتهجيرهم قسريا في جريمة لم يسبق لها مثيل في منطقة الخليج العربي وبقت الزبارة حتى عام الف وتسعمائة واربعة واربعين تابع للبحرين الى ان اقتطعها الانجليز قسرا مرة اخرى لصالح قطر واعطوا للبحرينيين فقط حق امتلاك بيوتهم واملاكهم عليها فقام النظام القطري بهدم بيوتهم وهدم قلعتهم وهدم سبعة جوامع بنوها هناك هذه الحقائق اسست طبيعة العلاقة البحرينية القطرية والقت بظلالها عليها ورغم ان البحرين حاولت تجاوز هذا الاثر والتغاضي عنها وعدم اثارتها من اجل اكتمال عقد منظومة مجلس التعاون وترابطه وتلاحمه والايمان باننا ابناء واشقاء واهل ومصيرنا واحد ومهدداتنا واحدة فلم تعتدي ولم تفتعل المشاكل لكن النظام القطري لم يشعر بالامن والاستقرار لا مع جيرانه ولا حتى داخل اسرته فجرى اكثر من انقلاب داخل الاسرة وظل على ممارساته مع جيرانه مشاغبا مفتعلا للخلافات وبالاخص مع البحرين يحاول ان يفرض امرا واقعا عليها بالتآمر والحيلة كما حدث عام الف وتسعمائة وستة وثمانين هذا الحادث يكشف عن طبيعة تفكير هذا النظام فعندما قامت قوات مسلحة قطرية بعدوان عسكري على ضحال الديبل من اجل ازالة منشأة تم الاتفاق على تشييدها بموجب قرار من مجلس التعاون استغرب الجميع حينذاك على اصرار قطر على ازالة جزيرة جرادة الواقع بقرب من ضحال الديبل او المتعارف عليه بفشت الديبل لم يكن احد يتصور ان الفكرة المبيتة عند قطر انه حين ترسم الحدود البحرية مناصفة بين البحرين وقطر لا تحتسب جرادة والفشت كاخر يابسة تابعة للبحرين بل تبدأ المناصفة من جزيرة البحرين والساحل الغربي القطري وهكذا تستطيع ان تأخذ قطر اكثر من ثمانين بالمئة من بحرنا وهذا ما اتضح حين ادرجت قطر قضية ترسيم الحدود بيننا وبينها في محكمة العدل الدولية ولم تكن اصلا موضع النزاع فالقضية التي اجبرنا على قابول التحكيم فيها اكراما للكويت وظرفها كانت جزيرة حوهر لكن قطر ادرجت ترسيم الحدود في الايام الاخيرة ولم نقبل بذلك ولم نرسم حدودنا معها وفقا لحساباتها بل ظلت وما زالت مطالبنا بترسيم الحدود وفقا للواقع الذي وضعته بريطانيا منذ عام 1939 ورسمت به الخطوط بين البحرين وقطر وعموما الوضع الذي تركته بريطانيا بين جميع دول الخليج قبلت به كل دول الخليج بين بعضها البعض وما تغير بعد ذلك وترسيم الحدود تم باتفاق الطرفين باتفاقيات ثنائية الا ان قطر حاولت ان تقضم من السعودية ارضا ومن الامارات قطعة ومن البحرين الخلاص ان قطر تعدت اكثر من مرة واقتطعت اكثر من مرة اجزاء من ارخبيل البحرين وتوابعها وما زالت تقوم بالاعتداء ومحاولة فرض امر واقع علينا تحركها عقدة تاريخية تجعلها دائما في موضع الشعور بانها غير امنة غير مستقرة وينقصها شيء برقم كل ما انعم الله به عليهم ونتمنى لهم ان تدوم نعمه عليها لكنها دائما ما تنظر الى ما في يد الاخرين ولو انها مدت اليد وكفت الشر عن اشقائها ولم تعتدي ولم تأخذ ما ليس لها لكان حضن الخليج بقي امنا ومستقرا لها وبقيت قطر امنة مستقرة كقيادة وشعب اشتركوا في القناة